في اي نقاط لا لا كله تمام خد بقى الاسئلة السريعة فوز الزمالك بالدور المسم الماضي افضل انجاز للادارة الحالية صح او لا غلط لا مش افضل انجاز لان احنا عندنا انجازات في العاب تانية كتير هو ووضع الزمالك ان انت تبقى موجود على كل منصات التطويق في الالعاب المختلفة هو ده الانجاز لو عملت اللجنة الحالية في ظروف مناسبة لحقاقة نجاح يفوق ما حقاقته باضعاف ما حدث صح او لا غلط ده حقيقي ده حقيقي بد ان يتمسك به الفريق باي تمن هو مش لعب واحد اقول هو هو زي ما قلت لحضراتك انا ممكن نفس السؤال المرة اللي في الطريق حامد ده لعاب مهم جدا نعم عبدالشافي ده لعيب مهم جدا الونش ده لعيب مهم جدا زيزو ده لعيب مهم جدا اشرف بن شارقي ده لعيب مهم جدا اه اه يعني لعيبة لعيبة مهمة جدا نازم يقوم موجود في قوامل اساسي في نادي الزمالك بداية الاهلي امام الاسماعيلي انذار مبكر للجميع وخصوصا الزمالك حمل اللقب اه اه نادي الاهلي عمل مباراة عيدة جدا بس تا يعني برضو في كل الاحوال اعتقد ان الاهلي في شكل كويس جدا اعتقد الزمالك في شكل كويس جدا ماتش الاهلي والزمالك اه في كل الاحوال هو هو غير يعني غير قضى لأي مقاييس احنا بس الشكل الفرقتين اه جايد جدا ده كان سؤالي اللي قادم نسبة فوز الزمالك في لقاء القمة القادم مقارنة بالاهلي كامل كان خمسين في النادي خمسين خمسين النادي اللي بتمنى انه ما اقعش مع الزمالك في مجموعة واحدة في دور الابطال هو النادي اللي ما تمناش نوع معنا اعتقد معنا اقول لك اللي هو التصنيف الاول الاهلي والترجي والودات اه الاهلي والترجي والودات والرجاء انا هقول الاهلي مش علشان المنافسة انا اقول الاهلي عشان يبقى عندنا فرصة نكرر تاني نهائي القرن يعني نتيجة لقاء القمة خمسة نوفمبر المقبل هتكون مؤشر لبطل الدوري هذا الموسم صح الله سبادر ياود لسه بدر سبادر ياود وشرفتنا وبتمنى لك يا رب التوفيق ان شاء الله تحياتي يا كابتن شبير وتحياتي لجميع المشاهدين وان شاء الله يعني ندلك قريبا على خير بإذن الله شاء الله